اهلا بكم في برنامج الصفحة الاولى وجولة في الصحافة حول العالم نبدأها بالعنوين بحسب جلوبل تايمز الصينية الولايات المتحدة ارادت تدمير روسيا لكن رهانها كان خاسرا وولستريت جيرنل تتنبأ بتحولات جيوسياسية والشرق اوسط جديد بعد الاتفاق السعودي الايراني في تصميم ثلاثي الابعاد واشنطن بوست تكشف كيف استهدف الاحتلال الاسرائيلي مدنيين في نابلس على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حرب اوكرانيا فان اقتصادها لم يتأثر بالمقدار الذي توقعته الدول الغربية هذا الموضوع تنولته صحيفة جلوبل تايمز الصينية تحت عنوان الرهان الخاسر على اوكرانيا لماذا لم تصحق القنابل والعقوبات روسيا تقول الصحيفة ان الولايات المتحدة عن طريق تسليح اوكرانيا والعقوبات التي فرضتها على روسيا ارادت تدمير الاخيرة لكن رهان واشنطن على كل ذلك كان خاسرا فبعد عام من الحملة المستمرة من قبل وسائل الاعلام الغربية لشيطنة روسيا يريد الناس في مناطق القتال انهاء النزاع في اقرب وقت ممكن حتى لو كان ذلك يعني الاعتراف بسيطرة روسيا على الاراضي التي كانت تابعة لاوكرانيا سابقا بحسب الصحيفة فان الاداتين الرئيسيتين للولايات المتحدة وحلفائها لصحق البلدان التي تجرؤ على تحدي هيمنتها هما القوات العسكرية والعقوبات الاقتصادية بينما لم تنجح اي من هذه التكتيكات ضد روسيا وفي كل الاحوال تكون النتيجة مأساوية بالنسبة للسكان اشارت جلوبل تايمز الى قوة القوات الروسية والتدريب الجيد الذي يتلقاه جنودها فضلا عن امكاناتها الصناعية الهائلة ونوهت الى انه على الرغم من العدد غير المسبوك للعقوبات المفروضة عليها فان روسيا وحتى مع احتياطاتها الدولية المجمدة لم تعاني بالقدر الذي توقعه الغرب اوضحت الصحيفة الصينية ان الناتج المحلي الاجمالي لروسيا تقلص بنسبة اكثر من 2% بقليل في عام 2022 على الرغم من العقوبات الدولية عليها ينضم الينا من باريس دكتور رامي الخليفة العلي البحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس اهلا بكمان عبر شاشة الغد بداية دكتور رامي الى اي مدى توافق مع ما تقولها الجلوبل تايمز اليوم حول ان الرهان على استنزاف روسيا كان خاسرا اهلا بك كاتري انتحية لك ولمشاهديك الكرام في الحقيقة في كلام الصحيفة الكثير من الوجهة لسببين رئيسيين تاريخيا الحقيقة العقوبات لم تؤدي لا الى تغيير المواقف السياسية ولا الى انهيار من الناحية العسكرية بشكل مباشر ربما كان هناك تأثير على بعض الدول من الناحية العسكرية ولكن على المدى البعيد وبالتالي هذا الامر شهدناه في اكثر من دولة خذي على سبيل المثال كوريا الشمالية هناك عقوبات قاسية مفروضة على امتداد عقود ولكن القوى العسكرية الكورية ما تزال قائمة والنظام السياسي الكوري ما يزال قائما هذا بشكل عام فما بالك مع دولة كروسيا التي تتميز بعدة عوامل او بعدة خصائص تجعلها اكثر مقاومة اولا السلع التي تصدرها روسيا هي سلع استراتيجية عندما نتحدث عن الحبوب على سبيل المثال عن الطاقة عن الغاز هذه ليست كسلع تقنية على سبيل المثال وبالتالي هذا جعل الاقتصاد الروسي والسلع الروسية مؤثرة على المستوى العالمي لذلك شهدنا ازمة عالمية المسألة الثانية ان روسيا هي ثاني اكبر جيش على مستوى العالم لديها صناعة عسكرية متطورة وقادرة على الاكتفاء ذاتيا المسألة الثالثة وهي ان الاقتصاد الروسي قادر على الاكتفاء ذاتيا ربما نقطة اخيرة ان هناك دول ايضا رفضت السياسة الغربية ورفضت العقوبات الغربية وبالتالي مثلت متنفسا لذلك بدأ ان التأثير محدود للغاية من الناحية الاقتصادية على الاقل بشكل مباشر او خلال العام المنصرم وربما حتى خلال الاعوام القادمة اعود معك الى النقطة الاولى التي ذكرتها وهي العقوبات ان كانت هذه العقوبات لا تجدي نفعا بناء على تجارب سابقة ودول اخرى لماذا يستمر الغرب بهذه الاستراتيجية استراتيجية فرض العقوبات التي ترتد بالسلب ايضا في بعض المرات على الدول الاوروبية نفسها في الحقيقة هذا الامر مرتبط بحالة الازدواجية التي تتميز بها الكثير من المواقف الغربية طبعا ليس فقط في اطار الحرب الروسية الاوكرانية ولكن تاريخيا اولا من حيث المبدأ الخطاب الاعلام الغربي يقول بان العقوبات انما تستهدف الانظمة السياسية انما تستهدف الجيوش في هذه الانظمة ولكن عمليا الاستداف الحقيقي يكون لبنية الدولة الاقتصادية للمواطن البسيط المواطن في روسيا المواطن البسيط اتحدث ما هو الذي تعرض وان كان الان بشكل محدود للضغط من قبل العقوبات المفروضة غربيا ولكن النظام السياسي لم يتأثر القوى العسكرية لم تتأثر المواقف السياسية لم تتغير وبالتالي هو خطاب اجراء عدائي ضد الشعوب وضد الدولة ككل وليس ضد النظام السياسي الان كيف سوف يؤثر ذلك او لماذا يتم استخدام ذلك هناك محاولة للعزل السياسي للعزل الاقتصادي وللاضعاف على المدى البعيد لذلك سياسة العقوبات لا يمكن ان تجد اثرا خلال سنة او سنتين ولكن الدول الغربية تريد ان تستمر هذه العقوبات لعقود وربما المثال كوريا الشمالية كوبا حتى العراق سابقا الليبيا غيرها كانت هذه العقوبات لسنوات طويلة حتى كان هناك اثر ولكن حتى هذا الاثر يكون محدود بالنظر الى العواقب السلبية على المواطن البسيط وليس على النظام السياسي ان كانت فترة السنة غير كافية لاستنزاف دولة هل نتوقع ان تمتد هذه الحرب يعني لا افق لنهاية هذه الحرب اليوم في حال امتدت هل ستتغير النتائج على الارض في الحقيقة باعتقادي ان الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص تريد استمرار هذه الحرب واشنطن ترى ان هذه الحرب فرصة لاستنزاف الجانب الروسي لانهاج كواته العسكرية لاستنزافه داخل الاراضي الاوكرانية وان تكون اوكرانيا مستنقعا كما كانت افغانستان في الثمانيات بالنسبة للاتحاد السوفيتي على المدى البعيد هل سوف يؤدي ذلك الى انهزام روسيا او الى تغيير النظام الروسي كما يأمل الكثير من المنظرين للسياسة الغربية باعتقادي ان هذا احتمال بعيد للغاية وهذه الحرب لن تنتهي بهزيمة روسيا لا بل ان زعماء كما تعلمي كاترين ان زعماء بالدول الغربية يرون بانه لا يجب ان يكون هناك هزيمة لروسيا لان ذلك سوف تكون نتائجه سلبية حتى على الدول الغربية لذلك باعتقادي في نهاية المطاف يجب ان يجلس الجميع على طاولة المفاوضات وهذا ما سوف يحدث لكن بانتظار هذه اللحظة الدول الغربية الولايات المتحدة على وجه التحديد ربما موقفها مختلف قليلا ولكن الولايات المتحدة تريد انهاك القوات الروسية وتريد استنزافها ما الذي يمكن ان يؤدي اليوم للجلوس الى طاولة المفاوضات من جهة وما الادوات التي يملكها الغرب فعلا لاضعاف روسيا في حل الاستمرار بهذه الحرب ما الذي سوف يؤدي الى الجلوس باعتقادي حتى الان لا يوجد افق لذلك هناك اصرار من الولايات المتحدة الامريكية عبر عدة نقاط اولا كان هناك الحقيقة ربما في اكثر من مناسبة كان هناك ضغط على اوكرانيا من اجل عدم الانخراط في اي مفاوضات مباشرة مع الجانب الروسي لا بل عندما بدأت هذه المفاوضات في تركيا على سبيل المثال كان هناك ضغط على اوكرانيا من اجل الانسحاب ومن اجل تعليل السقف وحتى المبادرة التي اطلقها زيلنسكي باعتقادي بانها لنتج الطريقة الى التنفيذ وكانت عالية النبرة بما لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات لذلك حتى الان لا يجد افق ربما الامر بحاجة الى انهاء كافة الاطراف وحتى الى انهاء الدول الغربية حتى تسمح بوجود هذه المفاوضات هذا الامر غير مطروح في المدى المنظور وربما حتى خلال العام القادم وربما حتى الاعوام القادمة لن يكون ذلك ممكنا ما هي الوسائل التي تمتلكها الدول الغربية للضغط على الجانب الروسي الحقيقة مسألة العقوبات هي ربما حاليا الوسيلة الوحيدة الممكنة للضغط على موسكو وايضا الدعم العسكري وربما هو الاكثر جدوى وهذا ما يتم عمليا وعلى ارض الواقع الحقيقة بدأ هذا الدعم العسكري بشكل محدود ولكنه الان يتطور باتجاه اسلحة اكثر نوعية عندما نتحدث عن صواريخ هاي مارس او عن دبابات موجودة على الارض وكذلك الان يتم الحديث عن طيران وبالتالي الدعم الغربي العسكري ربما هو نقطة التأثير الابرز التي يمكن الضغط من خلالها على الجانب الروسي وعدم الإمكانية او عدم السماح بان يكون هناك نصر روسي واضح خلال هذه الحرب او خلال الفترة المقبلة هذه الوسائل التي تمتلكها الدول الغربية الوسائل الاقتصادية حتى الان كما ذكرت المقالة باعتقادي انها لم تجد نفعا حتى الان ولا يبدو انها قادرة على الحاق التأثير الذي تريده الدول الغربية بالجانب الروسي ذكرت انه الولايات المتحدة لا تريد وقف هذه الحرب في هذا التوقيت الان ان كان النظام العالمي يتغير بشكل او باخر لمصلحة فوتن هل يمكن ان يؤثر ذلك على الرغبة في الاستمرار في هذه الحرب هل يمكن ان يغير من الموقف الامريكي في الحقيقة ان النظام العالمي يتغير لمصلحة روسيا ربما هذه مسألة بحاجة الى الكثير من النقاش نعم هناك تغييرات الان هناك رغبة على المستوى العالم بان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب وان يكون هناك توازن في العلاقات الدولية وان لا تكون الولايات المتحدة الامريكية هي الطرف المهيمن وهو ما يعتبر خسارة للولايات المتحدة وبالتالي تستفيد منه روسيا والصين تتجه بمصلحتها صحيح تماما ولكن حتى نصل الى هذه النتيجة لا اعتقد ان العالم قد وصل بالفعل الى هذه النتيجة والدليل على ذلك ان هناك تحالفات تنسجها الولايات المتحدة الامريكية هناك وجود في مضيق تايوان هناك تحالفات نشأت في المحيط الهادي هناك الان محورين يتشكلين محور روسيا الصين وربما حتى دول اخرى كايران ومحور الغربي المعتاد الذي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي لست واثقا من ان هناك تغيير حقيقي حدث ادى الى انزياح الولايات المتحدة الامريكية نعم هناك تغيير في قواعد اللعبة ولكن ما تزال ولايات المتحدة الامريكية لاعبا اساسيا الآن هل يمكن ان يكون هناك استفادة لروسيا من هذا الواقع الدولي ربما هذا بحاجة الى مزيد من الوقت لمعرفة كيف سوف يؤثر ذلك على الحرب القائمة في اوكرانيا بمطلق الاحوال باعتقادي ان الصراع الموجود في اوكرانيا منفتح على كافة الاحتمالات وهذه الحرب سوف تطول والتأثيرات لا يمكن ان يتحكم بها طرف حتى لو كان الولايات المتحدة الامريكية التأثير الاقتصادي الذي شهدناه على المستوى العالمي خلال العام المنصرم التأثير السياسي حتى تأثير التوازنات الدولية كل ذلك الحقيقة باعتقادي انه يستمر الآن مع استمرار هذا الصراع ولكن تنامي دور الصين في الشرق الاوسط عندما تشعر الولايات المتحدة انها بدأت تفقد جزء من هيمنتها ان لن يؤثر ذلك في المواقف ان لا يمكن ان يغير من تركيز الانتباه على نقطة معينة ولا هي استنزاف روسيا والتركيز نحو مصالح اخرى او هذا مستبع؟ بالحقيقة الصين بحاجة الى وقت طويل نعم الصين لديها حضور كما تعلمين كان هناك زيارة للرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية هناك علاقات اقتصادية مع مختلف الاطراف ولكن العلاقة الصينية مع دول الشرق الاوسط على سبيل المثال وحتى مع دول اخرى لا تقارن بعلاقة الولايات المتحدة الامريكية العلاقات العسكرية ما بين دول المنطقة والولايات المتحدة الامريكية هي علاقات متشابكة ومعقدة حتى انظمة التسليح في هذه الدول لديها علاقة مع الولايات المتحدة الامريكية ليس من السهل استبدال ذلك بالعلاقة مع الصين هناك بداية هناك بدرة لوجود صيني هناك وجود روسي هو موجود بالفعل ولكنه طبعا لا يقارن بالوجود الأمريكي والوجود الغربي والعلاقات التاريخية الموجودة ما بين هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط والدول الغربية بشكل عام نعم هناك العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد إذا جاز التعبير هو في طور التشكل بدرته موجودة ولكن حتى الآن لا يمكن الحديث عن متائج لهذه التطورات كيف سوف ينتهي ذلك وهو الشكل الذي الممكن توقعه لهذا النظام الدولي هذا بحاجة إلى الكثير من السنوات وبحاجة إلى معرفة أفق النزاعات الموجودة هناك حرب باردة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الحديث عن حسمها هناك معركة قائمة بالفعل ما بين روسيا والغرب في أوكرانيا لا يمكن الحديث عن كيف سوف تنتهي هذه الحرب وبالتالي هناك الكثير من المتغيرات وهناك الكثير من المخاض لكن من غير الممكن الوصول إلى نتائج كيف سوف تؤثر هذه الصراعات وهذه النزاعات على شكل العالم وعلى شكل العلاقات الدولية في قادم الأيام وقادم السنوات أشكرك من باريس الدكتور رامي الخليفة العالية الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة ادعى يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية أنه تم حجبه عن قنوات الاتصال الحكومية بسبب مناشدته العامة للحصول على مزيد من الذخيرة كدعم في مواجهة القوات الأوكرانية مجلة نيوزويك نشرت تقريرا تحت عنوان الكريملين يقطع الاتصالات مع فاغنر أرجعت المجلة الخلافة بين موسكو ومجموعة فاغنر إلى الانتقاضات العلنية التي يوجهها قائد المجموعة المسلحة إلى الجيش الروسي تضيف المجلة أن الخلافة ظهر في وقت سابق من هذا العام عندما قال قائد مجموعة أن قواته كانت وراء السيطرة على سوليدار في أوكرانيا في المقابل لم يشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دور مجموعة فاغنر أثناء حديثه عن نجاح روسيا في سوليدار بينما نسب الفضل إلى وزارة دفاعه ما أثار غضب قائد المجموعة بحسب المجلة في الوقت الحالي يقالوا أن ريغوجين قدم في الأسباع الأخيرة نداءات عديدة للجيش الروسي الرسمي لتزويد رجاله بالمزيد من الذخيرة لمواصلة الهجوم على باخموت بينما لم تلقى موسكو لنداءاته يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في العثور على أصول رجال الأعمال الروس الخضعين للعقوبات الغربية ومن ثم تجميدها وكالة بلومبرغ تناولت الموضوع تحت عنوان الاتحاد الأوروبي يكافح للعثور على أصول المليارديرات الروس الخضعين للعقوبات ذكرت بلومبرغ أن التكتل الأوروبي جمد حتى الآن 20.9 مليار يورو من الأصول على الرغم من أنه فرض 10 جولات من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من عام وعلى الرغم من أن بلجيكا ولكسنبورغ جمدت المليارات فأن دولاً أوروبية أخرى أعلنت عن تجميد أرقام ضئيلة حيث قالت اليونان أنها جمدت 212.201 يورو وملطة 222.470 يورو وفقاً لأحدث البيانات التي طلعت عليها بلومبرغ ووفقاً للوكالة يعتقد المسؤولون أن هناك المزيد من الأصول الخاصة بالأفراد الروس الخضعين للعقوبات والتي يمكن استهدافها وفي عام 2019 قدر رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي في الاتحاد الأوروبي بنحو 136 مليار يورو وفقاً للأحصاءات الرسمية نواصل شولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به بحسب كوميرسانت الروسية بدأت الولايات المتحدة في التواصل مع زيلنسكي بنبرة مختلفة موضيحة أن الرئيس الأوكراني أصبح يسمع كلمة لا على نحو المتزايد من السلطات الأمريكية عندما يشاركها في خطته للمستقبل ترى الصحيفة الروسية أن فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس أجبر واشنطن على تعديل سياستها بشأن مساعدة أوكرانيا في وولد ستريت جيرنل نقرأ اليوم القوات الروسية تقاتل لعبور النهر في باخموت مع اشتداد القتال في أوكرانيا على عكس التحقيق الألماني الذي رجح تورط اليخت أندروميدا في تقريب خط أنبيب نوردستريم للغاز تؤكد صحيفة بيلد الألمانية صعوبة هذا الاحتمال موضيحة أن اليخت لا يمكنه حمل هذا الكم من المتفجرات لتدمير الأنبيب تحت الماء كيف حاصرت بكين أمريكا من بحر الصين الجنوبي؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة وولد ستريت جيرنل تقريراً عن بناء الصين مواقع عسكرية بشكل متزايد ما أظهرها قاقوة في المياه الاستراتيجية التي تمر من خلالها تريليونات الدولارات من التجارة مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع إصلاح المعاشات التقاعضية وهي خطوة حاسمة بحسب لوموند ويتعين الآن على النواب الاتفاق على نص خلال اجتماع اللجنة المشتركة المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية كان أخرها الاتفاق الذي عقدته السعودية مع إيران برعاية صينية صحيفة وولد ستريت جيرنل تناولت الموضوع تحت تقرير تحت عنوان الاتفاق بين إيران والسعودية بوساطة صينية يمثل شرق أوسط جديد قالت الصحيفة أن وساطة الصين في تحقيق انفراجة بين إيران والسعودية تؤدي إلى تسريع إعادة الاستفاف الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتنافس القوى الخارجية إلى جانب الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة تضيف الصحيفة أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض التي أعلن عنها أول أمس الجمعة في بكين بعد سنوات من العداء بين العاصمتين تعاكس الواقع الجديد فمع تزايد انشغال واشنطن بأوكرانيا وآسيا تحاول منطقة الشرق الأوسط تجاوز انقصاماتها القديمة وحل النزاعات وتخفيف التوترات ووفقاً للصحيفة فإلى جانب التقارب السعودي الإيراني تعمل أنقرة على تحسين العلاقات مع الرياض أيضاً كما قامت قطر بتسوية الخلاف الذي استمر خمس سنوات مع جيرانها في الخليج العربي بالإضافة إلى بدء تواصل الحكومات الرئيسية في المنطقة مع الرئيس السوري بشار الأسد المنعزل منذ فترة كبيرة توضح الصحيفة أن جزءاً كبيراً من هذه المصالحات يحدث دون تدخل الولايات المتحدة التي تتراجع عن دورها المهيمن في المنطقة ما يثير شكوكاً بين الحلفاء القضامة لواشنطن بالشأن ضماناتها الأمنية بينما تحصل بكين في المقابل على نفوذ متزايد عن طريق سعيها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مجزرة نابلس الشهر الماضي صحيفة واشنطن بوست نشرت تصميماً ثلاثي الأبعاد للحادث في تقرير بعنوان تحليل ثلاثي الأبعاد يظهر كيف أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المدنيين قالت الصحيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدواناً في 22 فبراير الماضي في مدينة نابلس في الضفة الغربية أسفر عن وقوع 11 شهيداً وإصابة العشرات نشرت الصحيفة تصميماً ثلاثي الأبعاد لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تبين بعد التحليل أن قوات الاحتلال أطلقت النار من عربة مدرعة لمرات متعددة على مجموعة من المدنيين الذين يحتمون بين مسجد وعيادة في نابلس وأن القوات الإسرائيلية أثناء ردها على من زعمت أنه مسلح أطلقت النار 14 مرة على الأقل من داخل عربتها المدرعة أثناء تحركها في أحد الشوارع ثم توقفت بجوار جدار قصير تجمع خلفه المدنيون يظهر التحليل أن الجنود الإسرائيليين استمروا في إطلاق النار حتى بعد أن كان هؤلاء الأشخاص مرئيين من نوافذ السيارة كما تحدثت الصحيفة مع شهدين على إطلاق النار وحصلت على مقاطع مصورة غير منشورة من قبل للحادث من أحد المرة ومن جيش الاحتلال أيضا جمع مراسل واشنطن بوست أدلة مرئية في مكان الحادث لإعادة بنائه باستخدام برنامج ثلاثي الأبعاد شملت تلك الأدلة أكثر من 30 مقطعا مصورا جرى تصويرها في نابلس في ذلك اليوم اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة نتابع أبرز العنوين تحت عنوان التقارب الإيراني السعودي يظهر أهداف الصين العالمية صلتت نيويورك تايمز الضوء على دور الصين في الاتفاق وفقا لصحيفة واشنطن بوست صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على رفع السرية عن معلومات الاستخبارات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن مجلة ديرش بيجل تكشف فشل السلطات الألمانية في تشكيل مجلس أمن قومي بسبب خلافات بين المستشار أولف شولت ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بحسب الغارجين البريطانية فإرنا برنامج مباراة اليوم المذاعى لقناة بي بي سي البريطانية سيبث هذا الأسبوع بدون مذيعين أو ضيوف أو معلقيه المعتدين بعد تعليق القناة ظهور مذيعه الأساسي جاري لينكر لانتهاكه قواعد عدم الانحياز بعد أن انتخذ سياسة الحكومة البريطانية إزاء الهجرة إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحفة العالمية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة